كلمة أنا بوجهها للبنات والفتيات والسيدات وكل يعني كل الجنس الناعم اللطيف الجميل خاصة بمستحضرات التجميل أو أدوات التجميل يعني الحاجات اللي أنتم بتحطوها دي تمام؟ الحقيقة قلنا أنه من أهم وسائل وقاية الجلد أو الحفاظ على الجلد هو تجنب وضع مستحضرات التجميل دي بكثرة أو بكسافة وتجنب الأنواع السيئة منها والأنواع السيئة دي يعني لأن فيه أنواع بتبقى معروفة بس هي وحشة فعلا يعني ليها أثر ليها ضرر وفيه حاجات مجولة المصدر يعني بتبقى مش معروفة وقلتلكوا أنا عايز أكمل بس كلامي في النقطة دي لأن دي نقطة حساسة جدا لما البنات بشكل عام يعني دي حاجة على فكرة في دول كتيرة قوي تبص لو البنات يعني مش البنات تلاقوا الأنثى يعني كبيرة متوسطة العمر صغيرة صغيرة جاء تبصت لهم يقفوا كده قدام المراية ودايما عندهم يعني نظرة سلبية أو تعليق سلبي على مثلا الوجه يقول لك أنا وشي مش مرتقة أنا وشي في حاجة أو كده خلاص أنا بقول لك بقى أن كلامكو ده مظبوط وأحساسكو دي مظبوطة والهواجس اللي عندكو دي مظبوطة وكلمة السر في الحكاية كلها مستحضرات التجميل خلاص أنا عايز أقول لكو أنه يعني أكيد مش أنا بس اللي ملاحظ يعني أنه في مثلا في فترات الصيفية يعني عايز أقول لكو كلمة عن وضع مستحضرات التجميل بكسافة شديدة جدا على الشواطئ مثلا بالمناسبة مع المجوهرات يعني أنا بشوف حاجات كده أحيانا صور أو فيديوهات أو حاجات زي كده فتبصت لو إيه يعني المفروض أن أنتوا في أجازة المفروض أن أنتوا على الشاطئ أنا ليه بقول لكو ليه ليه بكلمت عن الشواطئ بشكل خاص لأن الشواطئ دي بيكون فيها كل عوامل الخطر يعني الشمس بتبقى جديدة جدا ومساحات الضل بتبقى قليلة حتى لو الناس لابسة برانيت ومش عارف إيه أو يعني برنيتة أو كده خلاص فتبصت لقوا سيدات وفتيات وبنات يعني بزلين مجهود الحياة كبير جدا في وضع مستحضرات تجميل بكسافة شديدة جدا على الشاطئ خلاص زائد بقى المجوهرات الحقيقة يعني أنا بشوف كمان ناس بيبقى لابسين مجوهرات كتيرة جدا يعني في مرة من المرات في حلقة في يحكى أن قلتلكوا أنه من ضمن الحاجات الوحشة اللي حصلت في يعني أو يعني بقت ملاحظة يعني في الشخصية في كثير من ما بقولش بشكل عام في كثير من الشخصيات سواء الستات أو الرجالة أنه بقى في حاجات مفرغة من مضمونها يعني إيه؟ يعني بقت الأجازة مش للمتعة واللبساط والاسترخاء وأن الأسرة تتبسط لا بقت الأجازة عبارة عن أن ناس زي ما بيقولوا كده باللغة الدرجة رحين يعلوا على بعض يعني اللي هو السيدات يعلوا على بعض وتلاقي رجالة يعلوا على بعض يعلوا على بعض في إيه بقى؟ في العربيات وفي المش عارف إيه وفي الحديث عن الإمكانيات المادية ومش عارف إيه بتستحضرني الحقيقة كلمة يعني حاجة بسيطة جداً افتكرتها كان قالها يعني كان بيقولها لنا أستاذنا أستاذي وأستاذ الأجيال أستاذ دكتور أحمد عكاش أستاذ الطب النفسي الأشهر يعني كان له كلمة كده كان له نصيحة عن الأجازة كان يقول لنا إيه؟ وإحنا طلبة وإحنا طلبة في كله الطب كان يقول لنا لما تجبروا يعني وتروحوا أجازات أو حتى وإنتوا يعني شباب صغارين كان يكلمنا مثلاً إحنا كولاد يعني أو كشباب يقول لك لو خدت معاك مكنة الحلاءة اعرف أن أنت مفتقد جزء مهم من فلسفة الأجازة فقلتنا حتى نسأله أو أنا بالتحديد كنت أسأله يعني كان فيه بيننا علاقة كده حلوة بنقض نتكلم كده أنا وهو فقول له أهيان هو إيه علاقة مكنة الحلاءة بالأجازة يقول لي أخي المفروض أنك في الأجازة بتتحرر من حاجات كتير يعني على سبيل المثال أن فيه راجل مثلاً لازم يروح الشغل يبقى شكله مهندم ودقنه محلوقة وشعره متسرح ولابس لبس معين يعني فيه مهن كده معينة بتتطلب لبس معين يعني الأطباء مثلاً تلاقيهم يلبسوا لبسوا وتلاقي معين وتلاقي فيه بلطف وإيه وغالباً بيبقى فيه كارفاتة الناس اللي بيشتغلوا في البنوك أو حتى فيه مهن كتير قوي لبس معينة وإنت في الأجازة ما بقولش إن إحنا نروح نبقى بوهيميانز يعني الصحة العامة بس إنما ما تاخدش معاك مستلزمات الأناقة فهو كان بيضرب لنا مثل بحكاية مكانة الحلقة دي فافتكرت العكاية دي ترجمة نانسي قنقر